قبل ما تفرجوا الفيديو خوتي ما تنسوا اشتابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزاد السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد خوتينا الكرام جيناكم في فيديو جديد معكم اخوكم شرف الدين في هذا الفيديو راح تسمعوا ما يقوله صحفي من الصحراء الغربية يا خوتي حول اخر تطورات دحرك الجيش الجزائري نحو مناطق من تندوف استعدادا لرد على النظام الفاشل المتهالك المخزني كما يؤكد هذا الصحفي ايضا ان هزيمة المخزن امام الجزائر لا شك فيها ابدا قبل مشاهدة الفيديو كل عادة خوتي وصلوا ربعالاف خمسالاف لايك مرمدوا العياشة في التعليقات بهد لهم خوتي وهاشطاق دولة المغرب ارهابية وما تنساوش تترحموا على ارواح شهداء الشاحنات الجزائرية نخليكم مع الفيديو اخوتي الكرام اذا ونحن نتابع موضوع الاعتداء السافر الذي نفذه هو المخزن على السائقين الجزائريين لازلت اللعنة الاخبار تتواتر هنا وهناك بخصوص الوضع الميداني بالخصوص على مستوى الحدود الجزائرية المغربية اذا الجديد هذا الصباح هو انه على مستوى تندوف هناك تدفق كبير جدا للعتاد والعديد من الجيش الوطني الجزائري اذا حسب المعلومات التي توصلنا بها من مصادرنا فانه على مستوى تندوف هناك يعني توافد كبير جدا للجيش الجزائري ومعدات الجيش الجزائري على مستوى تندوف ماذا يعني يخفي هذا الامر الساعات المقبلة هي التي يمكن ان تكون يعني الفيصل في ما يمكن ان يحدث على مستوى المنطقة لكن الاساسي والمهم وانه ردة الفعل الجزائرية ربما يتم الترتيب لها خصوصا انه بيان الرئاسة بالامس يقول بان هذه الحادثة لن تمر بدون عقاب والمخزن طبعا يلتقط مثل هذه الاشارات و لم يستطع ان يخرج ببيان رسمي سوى ما يعني تم نشره بالامس في مواقع الصحفة المخزنية على شاكلة هيس بريس التي تحدثت عن الالغام وتحدثت على ان هذه الشاحنة كانت تحمل او الشاحنات الجزائرية كانت تحمل عتادة عسكرية وهي كلها يعني كثير تم تفيدها من طرف شهود العيان ووقع لتحليل الصور الصادرة من المصدر اذا اعيد واكد انه على مستوى تندوف هناك حشد كبير جدا للقوات الجزائرية والمعدات العسكرية الجزائرية بما في ذلك المعدات الثقيلة ساعة المقبلة هي التي ستكشف ما يتم تحضير له وربما يعني ممكن نتحدث عن حرب وممكن نتحدث عن عدة فعل الجزائرية على هذا الحادث للجميع اليوم متأكد انه هناك مسئولية مباشرة للمخزن فيه أكذبت أكذبت البيانات التي صدرت بالأمس من طرف المخزن التي أشرت إلى الألغام بدت واضحة أنها حقيقة أكاذيب بكل ما تحمله الكلمة من معنى والدليل هو هذه الصورة مثلا واحدة من الأدلة التي تثبت أكاذيب المخزن مثلا هذه الصورة لواحد من أفراد المينوس واحد من أفراد المينوس الذي ذهب لتوفيق الحادث وقام بالتقاط صور وفيديوهات لهذه الشاحنات أريد أن أسأل المخزن إذا كان هذا المكان معروف بالألغام إذا كانت يعني هذه ألغام وهذه منطقة فيها الألغام وأنه لا يمكن لأحد أن يمشي فيها إلا وعرض نفسه للخطر هل الأمم المتحدة غايب عليها هذه المعلومة حتى تخاطر بواحد من أفرادها وترسله ولا ترسل عدد من الأفراد أن يقوم بتصوير هذه الشاحنة أسأل المخزن هذا السؤال التي هي إجابة على هذا السؤال هل مكان معروف بالألغام ويعني فجر بل حسب الرواية المخزنية أنه الشاحنة تم تفجيرها من طرفي ألغام هل هناك واحد من أفراد بعثة الأمم المتحدة سيخاطر بنفسه ويدخل إلى حقل الألغام لتصوير هذه الشاحنة ومخلفاتها لا أحد يمكن أن يخاطر بنفسه في حقل الألغام إذن الرواية كاذبة جدا محاولة التملص من المسؤولية هذه معروف جدا على المخزن وكل من يظن على أن المخزن سيعترف بأخطائه فهو واحد إذن هذه الصورة توفق بالحجة والدليل أنه أكذوبت هذه المنطقة معروفة بالألغام يعني حجة مردودة على المخزن وليبحث المخزن لنفسه عن مبرر آخر ليبرر لماذا استهدف الشاحنات الجزائرية كذلك على مستوى الهيكل الشاحنات انظروا يعني انظروا إلى هذه الصورة مثلا هذه الصورة شوفوا 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 المكان المحيط بها شوفوا إذا لاحظتم أنه هنا يعني هنا بالطبط يعني هنا يوجد بحل دائرة يعني دائرة دائرة محيطة بالشاحنات معناها على أن النيران كانت محيطة بالشاحنات ومعناها على أنه ليس هناك تطاير لما قالت قالت الرواية المخزنية أنه هناك عتاد عسكري لإذا كان هناك عتاد عسكري وهناك يعني ذخيرة الذخيرة معروفة على أنها تنفجر مع النيران إذن إذا انفجرت هذه الذخيرة معنى على أنها ممكن أن تظهر في هذا المكان كان المحيط بالشاحنات ممكن تظهر هنا تظهر هنا تظهر هنا تظهر خلف الشاحنات إذن حل هل يمكن أن يصرح لنا حد يصرح لنا المخزن بالطبط يعني المخزن بالطبط يصرح لنا هل هناك أثار للذخيرة التي انفجرت والتي كانت موجودة في الشاحنات يعني أول حاجة المثلة الثانية كذلك الشاحنات إذا كانت محملة بالذخيرة معناها على أنها ستنفجر داخل الشاحنة وحينما ستنفجر بداخل الشاحنة معناها أنها ستدمر الشاحنة تدميرا كاملا وهذا غير واضح بتاتا في هذه الصورة المرجح يعني المرجح وأنا لست خبير عسكريا حتى يعني أصرح لكم ما يمكن ما أرى في الصورة أنا أعتقد على أنه القصف الجوي القصف الجوي بشيء يعني حارق يعني بمادة حارقة هو الذي يمكن يخلف هذه الدائرة هذه الدائرة لاحظوا معي هذه الدائرة من 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 باين على أنه وقود والله يعني إذا لاحظتم أنه هنا يعني الدائرة انظروا إلى الدائرة محيط الشاحنات أعتقد على أنه القصف الجوي هو الذي يعطى هذا العثر يعطى عثر دائري مزقرا بالشاحنات ولا وجود في الأرجاء لأي شضايا ممكن أن تستر من الشاحنات إذا كانت هناك ذخيرة داخلها حتى الألغام يعني مستبعد جدا 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 إذا لاحظوا شوي مع الصورة حتى لا أؤثر عليكم لاحظوا فقط من الصورة لاحظوها وممكن أن لكم تخرجوا بخلاصات أكبر من خلاصات إذا انظرو هناك كيف وقود محيط بالشاحناتين إذا انظرو كذلك فقط هذه شاضية شاضية تحديد من الشاحنة هي نفسها يعني اللي جاية من الشاحنة إذن الآن واضح يعني الامر واضح على أن نحن نتحدث عن عدوان حقيقي من محتل المغربي على الجزال ولن يمر يعني دون لن يمر أبدا دون أي محاسبة ومعاقبة وفي الأخير ما تنساوش دير النجام وتشاركونا رايكو في التعليقات سلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة